الله أكبر الله الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليّا وليّ الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله أخلي على سيدنا محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة صدق الله العلي العظيم صوت المرأة وصوت الرجل إذا صاحت إمرأة وصاح رجل وكان حجم صوتيهما واحدا متساويا فإن صوت المرأة سيصل إلى عدد أكبر من الناس لماذا؟ السبب في ذلك أن طبقة صوت المرأة أعلى وأكبر من طبقة صوت الرجل التردد أعلى حتى لو كان الحجم متساويا ما الذي يجعل الصوت يصل إلى مدى أبعد إلى دائرة أوسع؟ أمور من جملة الأمور حجم الصوت كلما كان الحجم أكبر أرفع الصوت مداه أكثر دائرة وصول هذا الصوت أوسع يعني مرة أنا أقول الله مرة أقول الله ما الذي جعل الصوت الثاني الكلمة الثانية تصل إلى مدى أكبر إلى دائرة أوسع ارتفاع درجة الصوت أو يسمى حجم الصوت حسب ما يعبر عنه الفولوم الفولوم للصوت حجم الصوت كلما كان أكبر مدى هذا الصوت يكون أكبر دائرة هذا الصوت تكون أوسع الأمر الثاني الذي يؤثر في وصول الصوت هي طبقة الصوت وهذا الفارق بين صوت المرأة وصوت الرجل طبعا عندما نقول صوت المرأة يعني صوت المرأة العادية الطبيعية صوت الرجل الطبيعي وإلا بعض الرجال أصواتهم تكون شبيهة بأصوات النساء بعض النساء أصواتهم تكون شبيهة بأصوات الرجال كلامنا عن الصوت الطبيعي للمرأة الصوت الطبيعي للرجل طبقة الصوت هذا الذي يسمى بالتردد قسم منه يسمى تون الصوت أو تردد الصوت كلما يكون أرفع أكبر الصوت يصل إلى مدى أبعد دائرة وصول الصوت تكون أوسع هذا بالنسبة طبعا هناك مؤثرات أخرى أيضا في إيصال الصوت الحرارة في الجو الحار الصوت يصل أسرع الأجسام الكثيفة الأكثر كثافة توصل الصوت أسرع هذه أمور أخرى أيضا هذا في الصوت المادي أثر الصوت وصول الصوت إلى مدى أبعد إلى دائرة أوسع الأمور المعنوية الأمور الروحية نتمكن المؤثرة طبعا نتمكن أن نشبهها بالصوت المادي هناك أمور معنوية كثيرة مؤثرة لها تأثير هذا التأثير يختلف باختلاف حجم هذا المؤثر المعنوي وباختلاف طبقة هذا المؤثر المعنوي حب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لا يشك مسلم على وجه الكرة الأرضية بأن حب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مؤثر كبير من المؤثرات المعنوية طبعا لماذا لا ينكر لوجود الروايات الكثيرة الكثيرة عن قيمة حب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أحب الله من أحب حسين كلمة الله فاعلا مفعول الاحتمال الذي قربه بعض المحققين والظاهر أنه هو التام أن كلمة الله فاعل أحب الله من أحب حسين لا أحب الله من أحب حسين هناك شواهد وأدلة ذكروها من جملة الشواهد أن الآصل تقدم الفاعل على المفعول هذا دليل الله فاعل من مفعول أو الله مفعول من فاعل الله مقدم الأصل تقدم الفاعل على المفعول حب الله الذي يحب حسين صلوات الله عليه هو يحب الله طبعا لا الله يحبه هذا المعنى الأرفع قيمة حب وروايات وروايات شريفة كثيرة شيء لا ينكر قيمة حب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لا تنكر تأثير هذا الحب لا ينكر هذا في أصل الحب إظهار الحب لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام مؤثر كبير جدا 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 إلى يوم غاد قل جدا شيء عجيب الروايات الشريفة تذكر جوانب أظن أن أكثر المؤمنين لعل بعض العلماء من المؤمنين لا ينتبهون إلى ذلك مع أنها موجودة في الروايات الشريفة مدى تأثير إظهار المؤمن حبه لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام تأثير ذلك كبير جدا 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 الحمد لله رب العالمين نحن متنعمون بحبها بحب الإمام سيد الشهداء الله سبحانه وتعالى أنعم علينا تفضل علينا من علينا بمنة التوفيق لإظهار هذا الحب عبر المشاركة في الشعائر الحسينية المقدسة وغير ذلك موجود الحمد لله هذه النعمة موجودة الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة وفقنا بهذا التوفيق العظيم خلاص لا أريد أن أقول أكثر المؤمنين أقول كثير من المؤمنين يكتفون بحد معين من هذه الدرة الثمينة يكتفون بها عنده درجة من حب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عنده مرحلة من إظهار هذا الحب بطرق معينة خلاص لماذا؟ هذا الشيء المؤثر ازدد فيه ارتفع فيه أتمكن بصوتي أن أوجه شخصا وتتمكن بصوتك أن توجه ألف شخص ارفع صوتك الناس يمشون في طريق النار توجد هناك نار مشتعلة الناس يمشون في طريق النار أنت تعرف أن هذا الطريق الثاني طريق بعيد عن النار مرة تقول لشخص يا أخ هذا الطريق طريق بعيد عن النار يبعدك عن النار مرة ترفع صوتك تقول أيها الناس هذا الطريق طريق بعيد عن النار عندما تتمكن أن ترفع مستوى هذا المؤثر لماذا تبقى على درجة دانية كيف نرفع بنفس البعدين الذين ذكرناهما في الصوت حجم هذا الحب حجم إظهار الحب هذا أولا طبقت هذا الحب طبقت إظهار هذا الحب هذا ثانيا هذا الحب تظهره بحجم معين له تأثير معين في ماذا يؤثر في من يؤثر أولا يؤثر في نسلك هناك شيء أصله من مسل لعله من البديهيات أصلا أصل تأثير الأب الآباء والأمهات تأثير تكويني على أجسام أجسام الأب مؤثرة تكوينيا على أجسام الأبناء أصله يبدو أنه شيء واضح جدا تفاصيله العلماء اليوم يبحثون هذه العلوم هذه المجالات ليس مجالا واحدا لأنه شيء منه مرتبط بالنفس شيء مرتبط بالجسم هذا شيء يبحثه علماء العالم اليوم وهناك شيء آخر مرتبط بالروح كثير من علماء العالم لا يفهمون الروح أصله تأثير الأب في الأبناء هذا شيء مسلم هناك نواقص في جسم الإنسان هناك قوة ميزات في جسم الإنسان هذه القوة هذه الميزات تنعكس على النسل على أبنائك على أحفادك على أبناء أحفادك أحفاد أحفادك طبعا في البداية التأثير احتماله أكبر من المؤثر في هذا الولد؟ شخصان الأب والأم فتأثيرهما على الولد المباشر يكون تأثيرا من كل منهما كنسبة احتمال 50% أقول كنسبة احتمال طبعا أحيانا نكون أكثر أحيانا نكون أقل كنسبة كمعدل احتمال 50% 50% من القوة الموجودة فيها لنعبر هكذا تنتقل احتمالها تنتقل إلى الولد للحفيد يصير 25% لأن المؤثر من؟ ابني وبنت عائلة ثانية ابننا طبعا وبنت عائلة ثانية فالمؤثر مني في حفيدي النسبة تكون 25% وهكذا النسبة تقل إلى أن ربما يقال أنها تنعدم أو تكون ضئيلة جدا هذه في الأمور الجسمانية كلما كانت هذه القوة الموجودة فيها هذه الميزة الموجودة فيها أكبر حجمها أعظم بقاؤها في نسلي أكثر بدل أن تبقى هذه الميزة في خمسة من خمسة أجيال تبقى في عشرة أجيال في عشرين أجيالا لأن الحجم الموجود في هذا الأب في هذه الأم أكبر وكلما كان أصغر التأثير ينعدم أو شبه منعدم يكون أسرع إخواني إظهاري لحبي لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هذه ميزة كبيرة كلما كان حجم هذا الإظهار أكبر بقاء تأثير إظهار حبي لسيد الشهداء في نسلي يكون أبعد يكون أكثر الزمن يكون أطول القضية واضحة صوتي يصل إلى صوت خفيف يصل إلى متر إلى مترين صوت مرتفع يصل إلى مائة متر التردد إذا كان في البداية في المصدر كبيرا يبقى تأثيره كلما تبتعد عن هذا الصوت تسمع هذا الصوت لماذا؟ لأن موقع انطلاقة هذا الصوت كان الصوت رفيعا حجمه كبير الفولوم عالي الفولوم الحب لسيد الشهداء الموجود في النفس والفولوم إظهار هذا الحب حجم إظهار هذا الحب كلما كان أكبر تأثيره في نسلي أكثر يا أخي لو كنت أحب نسلي أحب الخير لنسلي أظهر حبي لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بحجم أكبر كل الناس يحبون الخير لنسله يوجد خير مثل حب الإمام الحسين صلوات الله عليه إذا أراد الله بعبد خيرا خيرا صنع له ما صنع فقهه في الدين زهده في الدنيا ولكن من أراد الله به الخير الخير كل الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته الله عليه الصلاة والسلام هذا كل الخير كلما كان فيه أعظم حجمه أكبر بقاؤه في نسلي أكثر لمدى أبعاد تأثير الحب هذا تأثير إظهار هذا الحب في حياتي الدنيوية في برزخي في يوم القيامة في الجنة ليس حديثي عن تأثير الشعائر الحسينية ومدى تأثير هذا الشعائر المقدس الحديث في هذا المجال جميل وفيه شواهد جميلة جدا البعض يتصور أن التأثير يكون في حياة الشخص في حياة من حوله من أقربائه في حياة نسلي لا تأثير قيامك بالشعائر الحسينية المقدسة يكون لأشخاص لا تعرفهم أنت أصلا لأشخاص ما رأيتهم ولا مرة واحدة أكثر من ذلك التأثير ليس خاصا أصلا بالبشر أنت عندما تقوم بشعائر حسينية أنت عندما تجري قطرة واحدة من الدمع من عينك على سيد الشهداء لهذا تأثير حتى على غير البشر وهناك روايات شريفة جميلة جدا في هذا المجال هذا حديث منفصل هذا التأثير الكبير حقا كبير إذا وفقت مرة سأذكر بعض الروايات الشريفة التي تبين مدى تأثير الحب إظهار الحب لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام مدى تأثير الشعارة الحسينية المقدسة وكم تصل كلما كان هذا الحب وهذا الإظهار للحب أكبر تأثيره في كل تلك الموجودات لنسميها في كل تلك العوالم التأثير يكون أكبر هذا في الحجم يعني ماذا في الحجم يعني ماذا كمثال أقول هذه أمثلة خفيفة خل نذكرها مثلا أنا أشترك في عشر من الشعارة الحسينية المقدسة تتمكن أن تشترك في الشعيرة الحادي عشر يشترك الحاجة ليكون أكبر تتمكن أن تشترك في شعيرة ثانية عشرة في شعيرة ثانية عشرة اشترك حجم اشتراكي في هذه الشعائر في هذه الشعيرة أو في هذه الشعائر فرضا عشر بالمائة من وقتي أجعلها لهذه الشعار عشرين بالمائة من وقتي أجعلها لهذه الشعار زد حجم اشتراكك في هذه الشعار اشتراكك يعني ماذا يعني أن أجعل من وقتي كم من وقتي أجعله لإشعار الحسيني المقدس 10% من وقتي أجعلها 11% النسبة تصل إلى 12% وهكذا من جهدي من فكري من لساني من مالي من كل ذلك الإنسان يزداد في هذا المجال تأثير ذلك يكون أكبر المؤثر الثاني طبقة هذا الحب طبقة إظهار هذا الحب التردد القضية فقط ليست في الحجم يعني مرة أنا كمثال ألطم على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لطما خفيفا مرة ألطم على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بقوة تأثير الثاني أكبر من تأثير الأول هذا لطم ذاك لطم هي نفس الشعيرة ولكن هنا الطبقة مرتفعة تأثير هذا اللطم في نسلي أولا في الآخرين في حياتي الدنيوية في حياتي البرزخية في حياتي في القيامة في الجنة كل ذلك هذا الطبقة الراقية أثرها يكون أكثر أبقى المدى يكون أبعد الدائرة تكون أوسع دائرة اللطم الخفيف مثلا هكذا دائرة يعني هالمقدار بشعاع كذا اللطم الخفيف يؤثر إذا صار اللطم قوي الدائرة تتسع الشعاع يزداد الحجم والطبق نتمكن أن نغير العبارة نقول الكم والكيف كنموذج النماذج في هذا المجال الكثير كنموذج من الأمور التي تزيده الكم في إظهار الحب لسيد الشهداء أو تزيد الكيف في إظهار الحب لسيد الشهداء في شعار الحسينية المقدسة أبرز مصاديق إظهار الحب للمولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هي شعار الحسينية واضح إحدى الأمور التي لها جانب كمي وجانب كيفي في الشعار الحسينية المقدسة الإبداع الأبواب ما أغلقت مجال التطوير مجال الإبداع في الشعار الحسينية مفتوح كمن وكيف كمن يعني ماذا؟ كمثال مكبرات الصوت استخدام مكبرات الصوت كان إبداعاً في إيصال هذا الصوت إلى عدد أكبر كمن توسعها يعني الخطيب قبل أن نستخدم مكبرات الصوت في المجالس الحسينية مثلاً الخطيب كان يتعب حنجرته أيما تعب ليوصل صوته إلى مائة شخص إلى مائتي شخص إلى خمسمائة شخص باستخدام هذه الآلات آلات مكبرات الصوت الخطيب من دون تعب يتمكن أن يوصل صوته إلى الآلاف من الناس توسعك مثال أعظم من هذا المثال القنوات الفضائية المجلس كان منحصراً في مكان وينتهي ينتهي قصدي يعني هذا الصوت في تأثيره المباشر أقول كلمة المباشر لأن التأثير باقي في التأثير المباشر في التوجيه المباشر كان ينتهي اليوم عبر استخدام القنوات الفضائية للشعائر الحسينية المقدسة من المجالس الحسينية إلى اللطم والتطبير إلى كل شعار الحسينية استخدام هذه الوسائل جعلت هذه الشعائر الحسينية تنتقل من مكان إلى أدنى الأرض وإلى أقصى الأرض إلى الشرق الأرض والأغرب الأرض قد تصل إلى الملايين من البشر هذا إبداع استخدام هذه الأمور في الشعار الحسينية أثره كيف كان المقدار الظاهري منه أثره أثر كمي حجم أكبر بدل أن يستفيد من هذه الكلمات النورانية التي يقولها الخطيب الحسيني بدل أن يستفيد من هذه الكلمات مئة شخص صار مليون شخص يستفيد صار عشرة ملايين شخص يستفيد إبداع كمي إبداع في الحجم أحيانا الإبداع يكون في الكيف في الطبقة في التردد ما صنعه شعراء الطف من الإبداع لا أقول قليل النظير هذا الإبداع أقول هذا الإبداع إبداع منقطع النظير شعراء الطف صنعوا شيئا في الإبداع الشعري لا نظير له الإبداع الشعري عادة إبداع كيفي ليس كمي يعني في مجال الطبقة في مجال التردد لا في الحجم يعني ماذا يعني مرة مثلا أنا أقول أن أبا الفضل العباس الشعر ينقل صورة صورة عما حدث في عاشراء عما حدث في عاشراء من البطولات الاستثنائية التي صورها أصحاب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام من الفضائل التي جسدها الإمام سيد الشهداء وأصحابه صلى الله عليه ومن المصائب التي نزلت عليهم هذا التصوير كيف كان مرة أنا مثلا في بيان شجاعة أبو الفضل عليه السلام مرة أنا أقول أبو الفضل عليه السلام كان شجاعا خب جيد المعلومة وصلت كيف وصلت بطريقة معينة مرة أقول في بيان شجاعة أبو الفضل مثلا أقول عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ظاحكم متبسم قلب اليمين على الشمال وغاصف الأوساط يختطف النفوس ويحطموا وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم أي شخص صاحب بأس صاحب شجاعة كان يقف أمام أبو الفضل كان يضطر أن يهرب ولكن قبل أن يهرب رأسه كان يهرب يعني رأسه كان يقطع لاحظوا البيان القوي ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم لولا القضاء لمح الجيوش بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكمه قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم هذا الإبداع في تصوير شجاعة أبو الفضل وصول هذا المعنى إلى المستمع كيف يكون كان بدرجة أعلى بكثير من أن أقول أبو الفضل العباس عليه السلام كان شجاعة المعنى يصل أكبر بدرجة أعلى إبداع كيفي طبعا في مجال المصيبة أيضا أبتعه أيما أبداع نفس هذا الشاعر السيد جعفر الحلي في نفس هذه القصيدة لا أريد أن أقرأ لكم مصائب يقول فمشى لمصرأ أهل حسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال هذا الجمال حجب بالدماء ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخي من يحمي بنات محمد أخي من يحمي بنات محمد إنصرنا يسترحمنا من لا يرحمه إبداع في الشعر إبداع في الكيف في إيصال هذه الصور المفجعة التي حدثت في إيصال شيء منها نحن لا نتمكن أصلا أن نرى ما حدث في عاشرة أن نستوعب ما حدث في عاشرة الذي يدرك ذلك هو الإمام صاحب الأمر أرواحنا فده الخطباء الحسينيون الكرام أبدعوا في مجال أطوار النعي هذا إبداع كيفي هذا إبداع في طبقة التأثير الخطباء الكرام الحسينيون طبعا الخطباء الحسينيون الكرام باستمرار يبدعون في كيفية التأثير الإيجابي على المستمعين بالطرق الكثيرة الموجودة هذا إبداع في مجال كمي ذاك وهذا في مجال كيفي إخواني كل شخص هذا الشيء ليس خاصا بالشعراء والخطباء الحسينيين لا ينبغي أن يكون كل شخص في مجاله كل إنسان مؤمن يشترك في بعض الشعار الحسينيين المقدسة في مجاله يبدع في مجاله يرتقي كيف مجد الحسيني وقيمه كيف أبدع فكر في الإبداع ستصل إذا سيد حيدر الحلي كان يقول كيف أبدع إذا سيد جعفر الحلي كان يقول كيف أبدع إذا سيد رضا الهندي كان يقول كيف أبدع ما كان يبدعون الشعراء اليوم شعراء حسين عليه الصلاة والسلام شعراء الطف اليوم يبدعون إبداع إبداع يعني بعض الأشعار ترى فيها بعض القصائد ترى فيها إبداعا كبيرا جدا تأثير كبير بسبب طريقة إبداعية في بيان الشيء اليوم أيضا يبدع إذا هذا الشخص يفكر كيف أبدع سوف كان لا يبدع ولكن يحاول أن يبدع فيبدع الإبداع في كل مجال لكل شخص شخص يقول أنا بلغت من العمر كذا والآن لا أتمكن لأبدع كل شخص يتمكن أن يبدع في مجالي شخص يقول أنا فقط أشترك في بعض الشعار الحسينية كيف أبدع فكر تتمكن أن تبدع في مجالك اجعل هذه المهمة في ذهنك أن تبدع في مجالك بمقدار حجمك تتمكن أن تبدع تتمكن أن ترتقي كيف يكون الإبداع في إيصال رسالة عشرة عبر الشعار الحسيني المقدسة كيف يكون رسالة عشرة حجمها أكبر من الدنيا وما فيها رسالة عشرة جدا كبيرة نهجو سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام العواطف الموجودة في عشرة الفكر الموجودة في عشرة في عشرة كل هذا الشيء فكر مرتبط بالعقل عواطف مرتبطة بالنفس نهجو مرتبطة بالعمل فكر عواطف نهجو كل ذلك في أعلى الدرجات النهج فريد نهج عشرة عمل عواطف عواطف توجد عواطف في كل القضايا في كل تاريخ البشر مثل عواطف عشرة كلا واضح لا عواطف لا نظيرة لها فكر بلا شبيه كل ذلك كيف يتمكن الإنسان أن يوصله بالإبداع بالارتقاء اليوم وسائل والأصح وسائط التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا حسب التعبير تحتاج لا أقول ينبغي أقول يلزم أن يكون هناك إبداع صورة واحدة تتمكن أن تؤثر أثرا كبيرا جدا أن تغير فكر شخص أو أشخاص صورة واحد تصميم واحد مقطع فيديو قصير كليب قصير هذه الطرق اليوم لا أقول ينبغي يلزم أن نبدع فيها طبعا يوجد بعض الأبداع ولله الحمد بعض شبابنا أقول إجمالا يؤدون بعض الدور في هذا المجال جزاهم الله خير الجزء ولكن القضية تحتاج إلى أبداع أكبر من هذا كيف يمكن أن نبدع هذا حديث مستقل إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى في فرصة أخرى سأقف عند هذه النقطة وهي نقطة مهمة جدا جدا مهمة حتى نعرف أن الإبداع ليس شيئا لا تناله الأيدي لا ممكن كل إنسان مؤمن في الشعائر الحسينية بمقدار حجمه يتمكن أن يبدع البعض يتصور أن الأمر صعب جدا لا القضية ليست هكذا هناك أمور سأذكرها إن شاء الله تعالى إذا وفقت في وقت آخر لبيان طريقة الإبداع الإبداع ممكن وليس صعبا جدا شيء ممكن يحصل التوفيق هناك مصدر التوفيق هو المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أمامنا شهراء العزاء المحرم الحرام وصفر الأحزان نطلب من الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام نفسه ولا أعلم بأي طريق بواسطة أي شخص من خدامه من عبيده بواسطة حبيب بواسطة أبو الفاضل سلام الله عليه أو غيرهما يأتي التوفيق بأمر من المولى صلى الله عليه نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أن يجعلنا من الحسينيين أن يزيد توفيقنا في خدمة الشعائر الحسينية المقدسة اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشفي صدر الحجة بظهور الحجة اللهم بحق محمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا ارزقنا زيارته في الدنيا خدمته في الدنيا شفاعته في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة جواره في الجنة أنك أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة